أين نحن منه ليل؟ نحن لسنا بعيدين لأنه برضو من المزايا أن هذا القطاع حديث نسبيه يعني نقول في الخمسة وعشرين سنة اللي فاته أصبح صوته مسموع أكثر فبالتالي مصر كانت من الدول الأفريقية وفي المنطقة من الدول الرائدة في هذا القطاع لأنه القطاع بيعتمد بدرجة كبيرة كبيرة على البشر على الأفراد على القدرات الإنسانية على التعليم ومصر كانت غنية ببشر وغنية بمنظومة تعليم قيمة فبالتالي بقت مصر قادرة أنها تساهم في هذا القطاع سواء كمستخدم أو كمطور عندنا شركات جيدة في هذا المجال عندنا مؤسسات وأيضا هذا القطاع كان سابقا لحد قبل مثلا نهاية 1990 قطاع ليس له أب روحي بمعنى يعني كان قطاع نقول ده مهضر بين القبائل في أواخر التساينات إنشأت وزارة للتصلاة والتكنولوجيا المعلومات ودي كانت أول وزارة في الحكومة المصرية تنشأ لهذا القطاع ودي كانت نقلة نوعية للقطاع وبالتالي أصبح فيه اهتمام سياسي اهتمام من الدولة بأن هذا القطاع قطاع يجب التركيز عليه قطاع يمكن الاستفادة منه وبالفعل الوزارة عند إنشأها كأول وزارة أحققت نقلات نوعية للقطاع على المستوى الإقليمي وللمستوى المحلي وتواجدنا دولية يعني بقت مصر موجودة على الساحة الدولية كلاعب في هذا القطاع مهم وكمستخدم جيد لهذا القطاع في تحقيق التنمية طب هل النظام التعليمي المواكب لهذا التطور في هذا المجال النظام التعليمي يعني يواكبه أو لا يعني لو بدرجة كبيرة لأنه تاني لما نقول في التسعينات كان القطاع العاملين فيه خرجين مش بالضرورة كلهم درسوا تقنيات المعلومات والإتصالات كانوا أبناء قطاع الإلكترونيات الرياضة البحتة كلهم أحيانا التجارة اقتصاد وعلوم سياسية ما كانش فيه في مؤسساتنا العلمية ما بعد السنة ويعني مؤسساتنا الجامعية تعليم متخصص قوي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات كان فيه الإتصالات بجانبها الإلكتروني أكتر شوي من نهايات التسعينات ابتدى يبقى فيه كليات وتخصصات بتنشأ في هذا القطاع فبالتالي ابتدى يبقى فيه كوادر أكتر حداثة أكتر متابعة يعني جيل جديد تعلم هذا المجال تعلم هذا المجال وتمكن مني وأصبحوا أسدزة سواء جوة مصر أو خارجها ودي من الحاجات المهمة أن مصر في هذا القطاع مؤثرة مش بس جوة مصر يعني كتير من الأسدزة في الجامعات الأجنبية في هذا القطاع مصريين شيء جميل حقيقي يعني أنا كان ليه شرف أن أنا كنت المستشار التقافي لمصر في كندا في الفترة عملنا وقتها حصر كده للأسدزة المصريين الكنديين اللي من أصول مصرية في الجامعات الكندية كان عدد لا بأس به وعمداء كليات عدد كبير ورؤساء الجامعات عدد كبير وعدد مؤثر وعدد فاعل ويضيف كان قطاع التكنولوجيا لاتصالات حتى شركاته في كندا في أواخر التسعينات أو الألفنات كان عدد كبير من العاملين فيها مصريين خرجين مؤسسات تعليمية مصرية سفروا واشتغلوا هناك وأصبح لهم دور إيجابي لأنه تاني بيعتمد على بشر وإحنا أغنية في هذا الجزء